السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر علي من موقع انجليش توفن النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض practice test 1A choose the correct answer from A, B, C or D number one نسمة first met her best friend when she's based at primary school يعني هو عايز يقول اني نسمة اول مرة قبلت صحبتها المقربة لما كانت فيه ابتدائي طيب نبدأ باول اختيار has بين ده مضارع تان المضارع تان بدأ في الماضي وله اثر في الحاضر ما فيش اثر في الحاضر عندي هنا خالص was being مش هينفع اعمل بي او am is or الverb to be يعني في المستمر سواء كان مضارع او ماضي تمام كده was احتمال سليم على اساس ان ماضي بسيط ماضي بسيط is مش هيمشي خالص معايا هنا عشان مضارع يبقى الاجابة was ماضي بسيط ماضي بسيط مع when طيب تمام كده يبقى when هنا بتاعت الماضي بسيط ماضي بسيط يبقى نسمة first met her best friend when she was at primary school number two i'm going to wait until they space the price of the phone before i buy it هو عايز يقول انا ناوي استنى لغايد خلا بلك لغايد ما هم ما ايبقى السعر بتاع التلفون اه قبل ما اشتريه واضح جدا يبقى لما هم يقللوا السعر عشان اشتريه يبقى يقلل هنا reduce يعني كلمة prevent يعني يمنع increase يعني يزود replace يستبدل number three what space at midday yesterday طيب من غير ما اشوف الاجابة واضح جدا ده ماضي مستمر عشان في yesterday وزمن في الماضي يبقى متلاقي زمن في الماضي محدد مع yesterday مع last year يعني زمنين في الماضي في واحد محدد اكثر من الثاني اللي هو midday يعني ممكن اقول مثلا الساعة خمسة مبرح ساعة خمسة لسبوع اللي فات الساعة خمسة الحد اللي فات وهكذا يبقى ماضي مستمر طيب ده سؤال يبقى عايز صغط سؤال اتنين عندي ماضي مستمر اهو احنا محتاجين صغط سؤال where are you doing number four we can't use the internet at the moment مش هنقدر نستخدم الانترنت في هذه اللحظة because the computer is offline number five كمال space an english person before he met my friend jack طيب هنا فيه before يبقى في الغالب هيكون ترتيب احداث طيب هنا الحدث الاول المفترض هيبقى في الماضي التام عندي before يعني قبله قبله ان يقابل صديقي يبقى اللي حصل المفروض هنا الاول عشان يقول قبله تمام لكن هو بالفعل ما حصلش ولكن كان يفترض ان يحصل يعني هاش تبقى عارف يعني كمال hadn't met an english person كمال ما قابلش صديق انجليزي قبل ما يقابل my friend jack يعني كان jack ده اول واحد يقبله قبل يبقى المفروض هو كان هيقول ان في صاحب او ما فيش صاحب يتقابل قبل jack يبقى الحدث كان مفترض ان يحدث اولا واضح كده؟ هابا حدث انت met an english person before he met my friend jack number six it is best to space my uh 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 the dried fish in water before you cook it it is best to soak تمقع تمام السمك المغففة في الماء قبل ان تطهيها number seven before there was a bus to her village mona and her brother space to school هو بيقول ان قبل ما يكون في اتوبيس للقرية بتاعتها mona واخوها كانوا ايه؟ وفيه walk walk تحت walk walking walk وهكذا يعني بتكلم عن المش يبقى ماشوا الى المدرسة يعني ازيقول قبل ما يكون في اتوبيس كان بياخدوها ماشي اه هنا واضح جدا انه ده ترتيب احداث تمام؟ طيب في الماضي التام ما عنديش ماضي التام غير اختيار واحد لازم اتأكد من الباقي حسب يكون مبني معلوم او مبني للمجهول يبقى الحدث الذي يتم اولا نضعه في الماضي التام had past participle لو كان مبني للمعلوم had been past participle الله كان مبني للمجهول the students were helpful and helped to space some of the rubbish that was in the canal الطلبة كانوا متعونين وساعدوا في ازالة يبقى remove to remove يزيلوا القمامة that was in the canal ولاحظ هنا قال rubbish was لانها لا تعد فتعمل معاملة المفرد you can't go or you can't talk to Tariq because he's peace out طيب هنا واضحة جدا مضارع تام اللي هو حدث بدأ في الماضي ولا هو اثر في الحاضر بدأ في الماضي اللي هو has just gone اللي هو مش بدأ في الماضي ليه اثر انه مش هتقدر تتكلم او تقابل او تكلم تمام عشان هو مش number 10 do you often space music from the internet وضحة جدا download ola is nervous because she space a talk to the class before نفس الكلام اللي هو حدث بدأ في الماضي ولا هو ايه ولا هو اثر في الحاضر هي ما تديتش خطاب قبل كده او لم تجري خطابا قدام الناس يعني او ما تكلمتش قدام الناس تمام عشان كده اصبحت nervous يبقى مضارع تام له اثر مضارع تام never gives had never given never used to give has never given هذه الاجابة عظيم كده في جملتين بنفس الفكرة خلاص تمت كده المضارع التام هو زمن يعبر عن حدث بدأ في الماضي وله اثره في الحاضر تمام كده my father said that his teacher was very space my father couldn't talk in his lessons بابا ما كانش يدري تكلم في دروسه يبقى كده المدرس كان ده صارم strict don't be late the bus space at exactly 10 o'clock يبقى تايم تايم يبقى حسب منهجك it is leaves the bus leaves at exactly 10 o'clock number 14 نبيلا space her grandchildren she always gives them lots of food and presents وفي الاجابات في كلمة teaches تمام وفي spoils انت الجملة تكررت كتير ب spoils فتجري على طول على spoils لا ركز لازم تقرأ الجملة للآخر وتعرف معناها للآخر تمام number 15 a lot of people are waiting for the museum to open it's space busy there today بيقول كثير من الناس ينتظرون المتحف لكي يفتح انه نقط مشغولا اليوم او هناك اليوم is being قلنا لا يجوز be مستمر was طبعا يجوز في حالة واحدة بس is being مثلا بعدها participle اللي هو يبقى مبني منجول في المضارع المستمر تمام كده لكن انا اصلي is being وبعدها مثلا صفة اسم يعني هو ده الفعل الاسس بتاك قلنا تمام was it was busy there ليه ما قلناش هنا it was busy هو بتكلم are waiting يعني بتكلمش عن حاجة في الماضي is going to be حاجة في المضارع هو has been حاجة في المضارع ولكن ليس لها اثر هنا دي نتيجة واضح كده يبقى is going to be يبقى هنا نقدر نقول هو ده زي تنبؤ بدليل number 16 the teacher is going to space our homework tomorrow يبقى المدرس نو يعلم وغبنا بكرة يبقى mark it is very hot in the house i space on the air conditioner يبقى قرار سريع i will turn hazim does not like cold water but we space him that swimming is good for him يبقى حازم ما بيحبش المية الساعة بس احنا نقط هو يعني ان السباحة ده شيء مفيد لي يبقى اكيد اقنعنا يبقى convinced لو قلنا encouraged كنا نقول encouraged him to swim ومتكلمش عن التشجيع هنا بيتكلم عن الاقناع we can't use classroom five tomorrow because they space the wall the walls احنا مش هنا بقى مش مش مضارع تام بيقدي الى اثر لا هنا في حاجة مش نقدر نعملها بكرة عشان في حاجة تانية بتحصل حاجة تانية بتحصل عندي اختيارين يحطها في المضارع المستمر يا المستقبل المستمر هنا هنا or painting تمام لان هما بيدهنوا الحطان او الحواط number 20 where does your family space to go on holiday next summer يبقى اضح جدا انتند يعني ينوي number 21 the mechanic space repairing your car by the end of the week by the end of the week يبقى مستقبل تام يبقى will have finished to make bread first make a space of flour and water يبقى هو بيقول اعمل خليط من يبقى mixture of flour and water i haven't seen the new adventure film space انا مشفتوش بالفعل ولا مشفتوش لسه واضح جدا لو انت هتقول بالفعل i have seen the new adventure film already او تجيب already في النص يبقى already تيجي مع سؤال او جملة مثبتة لكن يت تيجي مع سؤال او جملة من في number 24 the school secretary is space for sending emails to the parents يبقى is responsible مسؤول عن responsible for احمد is احمد space london he is going to return to karen next week يبقى راح اسم انت انت احمد بياخد هز يبقى has gone to london not many people have read my cousin's book because she couldn't find a publisher kareem has been really good at english نقاط he went to england on holiday last summer يبقى since ليه مضارع تام وبعده جملة في الماضي البسيط يبقى since منذ ان ذهب واحد يقول يا ميسر ليه ما اخترناش win اولا المعنى غريب شوية ثانيا عندي win و since لو هما اللي اتنين صح في جملة ماضي بسيط وقبلها مضارع تام مين فيهم اللي هيدول عن مضارع تام اكيد since تمام كده number twenty eight my grandparent's house is old fashioned and does not have mini space اه يبقى هو قديم طراز قديم يبقى ليس مني ايه طبعا electricity technology غلط لان اتنين لا يعد ما فيش حاجة اسمها mini ولا يعد بعدها تمام جاليريز يعني معارض احنا متكلمش هنا عن مدحف مسلا يبقى هي gadgets ادوات لاستخدام الاشياء number twenty nine when we saw the hotel لما شفنا الفندق we space that it was a great place for a holiday يبقى عرفنا we knew ما فيهاش مشكلة هنا محدش يقول لي we had known مش ترتيب احداث هنا تمام ولو ترتيب احداث يبقى ايه يبقى مش هتبقى السياق كده بالظبط تمام انها قلنا ترتيب الاحداث بيتكلم عن حدث واضح ان حصل الاول هنا بيقول يعرفنا انه كان مكان لذيذ للاجأس تمام كده the film is very space i'd prefer to watch something that will make us laugh هو عايز فيلم يخلي يضحك يبقى الفيلم ده ايه serious جد شوية نيجي بقى the novel the prisoner of zinda what special event is going to take place in ruritania انه وضح جدا انه عايز يقول ايه الحدث المهم المميز اللي كان يحصل في ruritania يبقى في cronation there will be a new king who is the duke of strel سو اللي هو duke michael اللي هو كان he is the king's half brother why does fritz von terlenheim say that he understands rudolf russendel well احنا قلنا عشان هما اللي اتنين كانوا ايه they are both officers for a king or queen as well as how he looks in what way is rudolf russendel like the king هما متشتركين في ايه they are not kind men طبعا غرض they both like fighting ماتكلمش عن النقطة دي they both have an easy life تكلموا عن النقطة دي بالفعل they are both english لا طبعا يبقى they both have an easy life number one what kind of a person do you think that rudolf russendel and he and he comes from rich and important family and he is happy to have an easy life and he is happy to adventure and he is happy to travel to ruitania alone وكمان كان مبسوط انه يذهب لي او يسافر الى رورتانيا لوحده without telling anyone بدون من ان يخبر احدا number two russendel's position in society وضع russendel في المجتمع gave him opportunities الدلو for us do you agree why بتوافق ولا لا طبعا هنوافق هنقول i agree that russendel's position gave him opportunities الدلو for us because he went to a good school رحمة درسة كويسة and learned many languages وتعلم نغات عديدة as well as learning to ride a horse وتعلم زي يمتطح حصانا وحصانا and to use a gun وزاي استخدم بندقية and a sword أو سلاحا يعني sword يعني سيفا do you think there might be a problem with the fact that rudolf looks very much like the king يعني هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مشكلة بسبب أن wolf نفس شكل الملك آه طبعا هتكون في مشكلة yes there might be a problem if rudolf decides to pretend طب لو rudolf قرر أنه طبعا كلاب ده قبل ما يطلب من ه تمام قبل ما طلب من ه أن يتظاهر بأنه الملك لو قرر أنه يتظاهر أنه ملك to be the king because many people will think he is king of ruritania ناس كتير تعتقد أنه بالفعل ملك ruritania نجي بقى المحادثة أمير is discussing his homework with ناصر أمير بيقول I need But I don't know which website to use هو عايز يقول إني أنا محتاج إني أبأعمل بحث عن معلومات عن حد اسم روديارد كيبلنغ لكي أكتب مقالا for an essay But I don't know بس أنا مش عارف which website to use بس مش عارف أنه موقع أستخدمه فناصر سألوا سؤال كمي إجابت I tried typing his name into a search engine but I got hundreds of results أنا قربت أكتب اسمه في search engine في محرك البحث يعني google مثلا أو bing ولكني حصلت على hundreds of results مئات النتائج One website said في موقع من موقع قال that he wrote only one poem ده هو كتب قصيدة واحدة طبعا صعب أنه يكون كتب قصيدة واحدة يبقى كان إيه السؤال بتعنا لسه طبعا أنتوا هتقرأوا المحادثة كلها قبل ما نبدأ نجاوب فتوقف الفيديو وتقرأها عشان ما فيش وقت تمام كده خلاص يبقى أول سؤال كان من ناصر كان بيقولي بقى Why don't you try typing his name into a search engine ليه ما تقربش تكتب اسمه في محرك بحث على فكرة احنا قلنا سؤال عشان هنا فيه question mark هي في الworkwork على فكرة ما فيش question mark في نقطة فكانت الإجابة مثلا I think you should type his name into a search engine تمام إحنا تعاملنا مع الحدثة على سنة هنا ايه question mark تمام لو نقطة يبقى نقول I think you should type his name into a search engine أو أي إجابة صحية ناصر قال حاجة وكم من he wrote lots of poems where did you find that information طبعا هنا هو يرد على الحتة القلب but I got hundreds of results one website said that he wrote only one poem يعني بيقول أمير أنا لقيت موقع بيقول أني هو كتب قصيدة واحدة طبعا ما يقوله لا مستحيل it can't be my son oh I can't believe that I can't believe that أنا احطتها هنا عشان ما فيش مساحة هنا تمام it's a website called all about poems سأله سؤال ناصر where did you find that information أنت لقيت المعلومات فين فقاله it's a website called all about poems إنه موقع يسمى كل شيء عن القصائد do you think that the information is wrong فقال له yes وكمل I think that that's incorrect what's the title of the essay طبعا هو عارف إن المعلومات دي خاطئة مستحيل يكون كتب قصيدة واحدة فيقول له yes مثلا I don't think so وكمل وقال I think that's incorrect what's the title of the essay إيه العنوان بتاع المقال فقال العنوان فالأوكي type the essay title روديارد كيبلين's most popular poems آه يبقى لما قاله ده العنوان هو إتيز مسلا روديارد روديارد كيبلين's most popular poems فرد أل type the essay title العنوان وكذا كذا كذا ثاني اكتب the title is روديارد كيبلين's most popular poems فالأوكي type the essay title روديارد كيبلين's most popular poems in the search engine you will get fewer results now فلا أفعلا نتاجه قاله يس لك بص كيبلين's 10 most popular poems ده اللي لا يعني نمبر 5 الناصر سأل سؤال إجابت yes I think it is very useful مثلا do you think it is useful for you قاله yes I think it is very useful فناصر قال it is important to write down your sources of information إنه من الهام أن تكتب مصادر معلوماتك وسأل سؤال that's a good idea I'll write it at the bottom of my work ممكن نقول مثلا سؤال مزيّر على سؤال it is important يبقى isn't it مش كده برضو فقال له ده فكرة كويسة أو يقول why don't you write them مثلا at the bottom of your work على السنة هو يقول له I'll write them or I'll write it at the bottom of my work تمام كده نيجي بقى للترجمة هقرأهم بسرعة واجب لكم الإجابات على بعض number one we all appreciate the profession of teaching because a good teacher builds a good citizen يعني كلنا بنقدر مهنة التعليم لأن المدرس الجيد يبني مواطن جيد we should honor great writers and thinkers يجب علينا أن نكرم أو نجل الكتاب والمفكرون especially those who خصوصا الذين have published distinguished works خصوصا الذين نشروا أعمال مميزة لقد كتب الروائي عبدالتواب يوسف يبقى الروائي novelist تمام العديد من قصص أطفال مثيرة قصص أطفال مثيرة ترجم مثيرة الأول interesting children stories بمجرد أني رأيت الحدث يبقى أسون as I had seen the accident أو أن أقول on seeing the accident على طول أو أن أرى the accident اتصلت بالشرطة I called the police and they came immediately عندهم كم على بعض من الworkbook we all appreciate the profession of teaching because a good teacher builds a good citizen نحن نقدر نقدر يعني appreciate مهنة التدريس يعني اللي هي a profession of teaching a teaching profession لأن المدرس الجيد يبني مواطنا جيدا تمام كده مواطن جيد اسمها a good citizen we should honor great writers and thinkers especially those who have published distinguished works يبقى لابد أن نجل الكتاب والمفكرين العظام أو العظماء وخاصة هؤلاء الذين نشعوا أعمالا مميزة لقد كتب الروائي عبدالتواب يوسف الكثير من قصص الأطفال الشيقة يبقى novelist عبدالتواب يوسف wrote many exciting children stories بمجرد أنني رأيت الحادث اتصلت بالشرطة وحضروا على الفور يبقى as soon as I saw the accident I called the police and they came immediately